موسيقى مرحبا و أهلا و سهلا فيكم بحلقة جديدة من ليش لا عبر نور الشرق موضوعنا اليوم بيحكي عن الكتاب المقدس كلمة الله يلي بتحكينا يومية وفي ناس بتقول أنه لا كلمة الله مكتبت بالتاريخ تجمعت بالتاريخ في ناس غيرت بعض التفاصيل فيها ووصلت لألنا مثل ما هي معلبة ونحنا عم نقنع حالنا أنه هيدا الكلمة هي كلمة بتحكينا وكلمة دايمة بحياتنا بس الإنسان المؤمن حقيقة و الملتزم بكنيسته وبيعرف يصغي لصوت الله بيقدر يفهم أكتر وأكتر قداش كلمة الله هي أساس بحياتنا هي ضرورة بحياتنا وهي السند يلي بيخلينا دايما دايما نكمل طرقاتنا وننطلق من أول وجديد ولو قعنا نرجع نوقف ونمشي لأنه الله دايما رح يكون ماشي معنا خلوني استضيف بهذه الحلقة أبونا زياد إصحاق مرحبا السلام يسوع يكون معك دايما دايما كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال شكرا الله أبونا هيك لنبلش بالبداية مع بعض معنا بين إيدينا اليوم العاد القديم والعاد الجديد نعم خلينا هيك الفوت بيش درس اللي ترجي يعني أو الليهوتي مش درس الليهوتي ولكن كيف تجمع أنا بعرف العاد الجديد كيف تركبت النصوص وهيك ولكن اليوم هالنصوص بين إيدينا هالكتوب بين إيدينا كيف وصلت لنا هيدا الكتوب؟ أنا بشكرك على استضافتك أول شي وشكر لتالي لميار وكمان بدي وجه اعتزال ببداية هالحلقة من كل اختصاصيين الكتاب المؤدس لأنه أنا مش عامل اختصاص كتاب مؤدس ولكن الكتاب المؤدس هو رفيق كل مؤمن هو الطريق يلي بيمشي عليها لحتى شوي شوي يتعرف على شخصية يسوع المسيح ومن خلال هذه الشخصية التي يتعرف عليها يكتشف دعوته التي ربنا حمله إيها بمجيئه على الأرض لحتى يساهم بإحلال السلام على الأرض وجعل من هذه الأرض سماء جديدة شو حالا فالكتاب المؤدس بحر بحر مثل ما نحن نقطع ببحر حب الله فالكتاب المؤدس مرأ بفترات كتير مرأة سنفوت بأشياء تفصيلية لأنه خوفا من أنه نسقط بشي غلطة تاريخية ولكن روح الإنجيل روح الإنجيل هي موجودة بكل إنسان آمن بأن يسوع المسيح هو ابن الله الكتاب المؤدس هو عبارة عن مجموعة كتب مكتبي أنا بقول مكتبي مختلفة عندها كل كتاب وكل بمثابة زهرة بقلبها البوكي يلي هي من أجل خلاص البشرية هي حصيلة عشر قرون من الزمن عشر قرون من الزمن وتنسب إلى عشرات من المؤلفين بعضهم وضع بالعبرية بعضهم بالأرامية بعضهم باليونانية ولكن الكتب هذه الأهم أنه صدرت عن أناس كانوا متأكدين أنه الله دعاهم لا يساهموا معه بتكوين شعب الله دعوة يعني يعتبروا أنه دعوة هلأ المراحل الثانية يلي هي صارت مش بس هني صار الشعب معهم عم بيتحد معهم بالصلاة لحتى لأنه في عنصر الوحي عنصر الوحي ضروري جدا أنا ما بقدر ما بقدر فوت بروحانية الكتاب المؤدس بدون ما أستلهم الروح للأدس لحتى أفهم كيف أنا الجزء كيف أنا المحدود بدي أفهم المطلق واللا محدود ولكن الرب يسوع عبر الزمن تاريخ الخلاص عبر الزمن أراد خلاص البشرية من بعد ما رجعت وعم نشوف نحنا نشوف دايما بالكتاب المؤدس نزلت وطلعت خاصة للشعب هلأ عم تسأل عن السؤال رح نوصل بالآخر نحكي عن شيء اسمه بعالمنا اليوم الفصام الروحي هلترك على الآخر الفصام الروحي يلي نحنا عم نعاني منه اليوم وهو نتيجة بعدنا عن النبع عن النبع وعدم معرفتنا اليقينية باللي من آمن فيه هون المشكلة عم بتكون نحنا اليوم قديش منعرف الإله يلي من آمن فيه قديم نعرف حقيقة اليوم وجه يسوع يلي حكى عنه الكتير من الإديسين حكيوا عن وجه يسوع عن معرفة يسوع أباء الكنيسة المؤرخين الكتاب في كتير أشخاص اليوم عم تدعي الناس أنه تعرفوا على يسوع مش أني أنه أنا أعرف عن يسوع بس ما بكتفي بأني أعرف أنا بعرف خبرين إخبار عنه بس تفرق بس أنا أتعرف عليه هون تمشي بتبلش هذه العلاقة الصداق الحقيقية صحيح هلأ الكتاب المؤدس بيحتل بالتاريخ بيتشريعه بمبادئه وبطال الحياة الفردية والجماعية والهدف هو هدف شمولي يعني بلش معه بالعهد القديم شوي ما كان شمولي الشعب الله المختار وإلى ما هنالك ولكن مع يسوع المسيح تاريخ شعب الله صار صار جمع جمع كل الشعوب جمع البشرية وهيدا يلي وهيدا يلي خلى يسوع بمحطات كتير ينتقد ينتقد أهل الشريعة إنه هني أخذوا الأمور بجزئية بينما الرسالة الحقيقية هي شاملة مش أنتوا بس يلي ربنا أجا ما تكرمي لكم ومش أنتوا بس يلي أجا قالكم قال الله قالكم بدكم تحكموا العالم ومش أنتوا يلي وغيركم البشر هني مش خليط الله هيدا بنشوفها كتير بالعهد القديم صحيح هيدا بكتير عن نحكي عن العهد القديم صور بالعهد القديم صح إنما مع يسوع عهد جديد بالعهد جديد كان عهد جديد بكلمة معدر الكلمة صحيح مرحلة ضرورية كانت لإسوع إنه بالنسبة لإلنا يجي يسوع يحط المفهوم الصحيح لتدبير الله الخلاصي تدبير الله الخلاصي الموجود بالكتاب المعدس اليوم المسيحيين المسيحيين بيعرفوا إنه الكتاب المؤدس العهد القديم هو أساس هو أساس وكتار منها بيهمل العهد القديم يهمل العهد القديم بس للأسف اليوم حتى الأغلبية تهمل العهد الجديد كمان مالا هيك أنا عم بتحكي عم بتحكي لأنه يرات وقفت على العهد القديم كنت بقدر بررلك لأنه لما طرحت الموضوع على كثير من الشبيبة من أشخاص بعرفها كان ردهم واحد الأغلبية العهد القديم ما منفهمه صعب مش متل العهد الجديد سهل تقدر هيك تكون قريب من الحدث يعني إنما بالعهد القديم بدك تسأل أكتر عن المجتمع عن البيئة يلي عم ينحكي فيها خلفية النص لمن موجه هل هو فيه رمزيات معينة أو لا سوفي الناس تستطيع في العهد القديم يعني بس العهد القديم لذيذ لذيذ قراءته لذيذي جدا بتبين بتبين كما الله كما الله ماشي مع شعبه تاريخ تاريخ الله مع شعبه تاريخ بشرية أصلا ها تاريخ مع البشرية كله انا باللس بقل تاريخ يعني بحد ذاته عم يحكينا تاريخ شعوب أصلا كيف كانوا يفكروا الشعوب قبل يعني حتى بالصور والرمزيات والرموز وهالأمور هيدا مع يسوع المسيح انطلقنا من الجزئي إلى الشمولي وكان لابد من أنه ننطلق من إسرائيل شعب الله يلي موجود لحتى نتجاوزه وهيدا تجاوز يصير الخلاص لكل الناس وهون أطلقوا المسيحيين العهد الجديد يلي بيركز على حياة يسوع يلي ما بتلغي العهد القديم وبذات الوقت عم تعطي سقافة جديدة سقافة جديدة فهيدا الكتاب المؤدس إن كان بعهده القديم والجديد هو متكامل لا يمكن أنه واحد يقول حتى يسوع بذيته ما جئت لي أنقض إنما لي أكمل وبيجي بيقول كل ما كتب في كتب الشريعة ما هو حق الأرض والسماء تزولان وكلام لا يزول هك بقول فمشان هيك العهد الجديد كلمات كثيرة تحمل سمرة خبرة دينية خبرة دينية دامت ألف سنة ألف سنة العهد الجديد والكتاب المؤدس بيقول عن نفسه إنه كتاب يتكلم فيه الله إلى الإنسان ليس كلاما فارغا لكن بل هو حياة حياة لكم تسنية الاشتراع وإنما دونت تلك الآيات لتؤمنوا بأن يسوع هو المسيح ابن الله فإذا أمنتم نلتم باسمه الحياة يحنى هل قد واضح واضح جدا واضح جدا أنه العهد القديم جاء ليهيئ للعهد الجديد يسوع المسيح أصلا اللي بيقرأ العهد القديم بيقدر يعرف أنه مثل واحد عم يمشي معك الطريق فشخة فشخة مثل ما نعلم ولد صغير كي بدي يمشي فشخة فشخة هي بالنسبة إلي هي زيتها يعني حدا عم يمشي معي من أول صفحة لآخر حدث آخر صفحة آخر صورة بيقى العهد القديم شوي شوي بنقدر نستوعب أكتر بنقدر نشوف الأنبياء شو حكيوا شو كانوا كيف كانوا عم بيصلوا المزامير الصلوات في أشياء رائعة جدا يعني أنا عن جد حابب كتأطلع معك بها الحلقة ونحكي لأنه أنا بيخصني بيعنيه للعهد القديم بس شوف كتير ناس الليوم تجي بتقول لك خي ما قلش لي دو قرأ العهد لديم طيب إذا زي يسوع زي يسوع بزيته بينظر إلى الكتاب إلى المرحلة العهد القديم على أنه هو أساس وبيستمد منه القواعد الأخلاقية والأساسية ياللي هي مستوحد بشكل مباشر من شارعة موسى تجي أنت بتقول له أنا ما بيعنيني أو ما بيناسبني هذي هلأ أو ما بيناسبني غريب بس عن جانب غريب يعني الكتاب المؤدس يحيل القارئ أو يلي عم بيطعطى معه إلى الإيمان المعاش يعني أنت ما عم تاخد الكتاب المؤدس على بس على مستوى المعرفة أو على مستوى الثقافة يمكن في كتير أشخاص مش مسيحيين متعمقين بالكتاب المؤدس أكتر مني بعد كتير أشخاص وطلبوا مني بس هيدا ما اسموا إيمان المعاش هيدا هيدا إذا كان على مستوى الثقافة صح شيء وعلى مستوى إحساس داخلي بالتعرف إلى شخصية يسوع المسيح شيء تاني هيدا صار شيء تاني بس بينقرأ العهد الجديد كبتل شخص عم يقرأ بيوغرافي أنه عم يتعرف على شخصية معينة صح بالظبط فكتير هاي نتعرف على الشخصية الرائعة شخصية يسوع يعني صحيح منتخيلها براسنا مرات فرائع جدا هالشخصية المكونة يلي ما بتشبه حدا أنا ما بتدعي الناس أم بتشبه فيها بالظبط يعني الكتاب المؤدس لا يستهزق به ما بيحق إلي لا أنا ولا غيري أنه يقلل من منافعه بحياة البشرية يكفي أن نكون كتاب مقدس كتاب مؤدس معناتها في قدسية والقدسية تأتي من الله صح فأنت عم تتعامل مع شيء بخص الله يعني حتى كل الديانات عنده الله غير شكل فأنت تجي بدك تطلع بالعهد القديم وبدك تتأمل بالعهد الجديد على أنه هو دربك نحو الخلاص ما فينا نجتزق ما فيك تجتزق يعني ما فينا نشيل اللي بيعجبنا ونترك نشيل اللي ما بيعجبنا سوريا ونترك اللي بيعجبنا أو نغير ببعض هلأ هي المشكلة اليوم أكتر من غيرها أنه إهمال العهد القديم بحجة أنه نحن عنا العهد الجديد لأشو بدنا العهد القديم يعني عم نوقع بفخ بفخ لأنه أنت ما بتقدر يا ما في في إشياء مربوطة ببعضها في إشياء أجا يسوع أوضحها أكتر في إشياء أجا يسوع شرحها أكتر لحتى أنت تفهم لحتى تفهم هاي ديك وتنطي وتنطلق للمفهوم التاني كنت بتمنى أبونا ومرة حكيتها مع حدا يعني وصيت وصية هيك لشخص عم يشتغلوا كانوا أنه يعملوا وإصلاح لي ترجع ويردوا قراءة العهد القديم بقلب الزبيحة الإلهية بقلب قسم الكلمة بالإداس يعني ما بعرف إذا الصوت بيوصل هاي دي هاي دي صرنا الإصلاح اللي ترجع هذا مش إصلاح أنا ما بسمي إصلاح ولكن الكتاب المؤدس أساس لابد من أني أنطلق منه ولكن أمام العهد الجديد يلي هو الكلمة الحية اللي موجودة معي يلي أنا عيش عيش من من نعمة لأنه في كنيس تقرأ العهد الأديم قراءة من العهد الأديم تقرأ قراءة من العهد أي بس لأنه العهد القديم العهد القديم بأسفاره الكثير أنت اليوم تقرأ العهد الجديد بالكنيسة بالإصلاح لي ترجع جديد أنت في أنجيل عم تنعيد في رسيل رسيل بتجي متناسقة مع الإنجيل فهيدول مع الزمن اللي ترجي مع الزمن اللي ترجي وضعه لحتى المؤمن ما يحس بضياع بس وقت اللي بدي زبتله هيك فلاشات 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 من دوم موجه هيدا الفلاش بكون عم ضيع بحال بده ينضاف العهد القديم للكراءات بدا تكون على مستوى قراءة الشخصية آه أوكي بتكون على مستوى كراءة الشخصية عن مستوى القراءة الشخصية صحيح واو بس هيدا يعني اليوم وين الصعوبة وين الصعوبة يقولولي بس وين الصعوبة إذا عطيت خمس دقائق من عشيه لحتى تقرأ بوقت أنت كل نهارك إذا بتطلع فيه بتلاقي أنك مضيع ست سبع ساعات هيك بلا شي ما عملت خصاً هالأيام عطيه خمس دقائق أعطيه خمس دقائق خصص خمس دقائق ولا ممكن يخضو علي يخضو علي بش ولا ممكن يعني بستغرب بعض الأشخاص بس الحمد لله عنا شبيبة عنا شبيبة ملتزمة أنا بالرعاية اللي عندي أنا بخدم رعية مرجوريس أسيا بالبترون أبرجية البترون وبخدم أيضا رعية مرعبدة بحلتة يلي هي ضيعة البطريارك لحويك ضيعة رجل الله تير بحبه رجل الله يلي كانت كلمة الله والعينين اللي هي ماشي معه لنا فترة عم نشتغل عشيغة البطريارك لحويك إن شاء الله نقدر نركب اللي عم نجرب نركب شغلة إن شاء الله نقدر يعني بس هيك كلمة عم نتعمق فيه أكتر أنا عمقول عن جد شو هيك القليل من الكلام والكثير من الفعل كتير يعني عن جد أنا عم نبش عقش حكية يعني فهو ما في كتير أشي حيا أنه قليل الكلام بس عامل كتير إشياء صحيح يعني عن جد هيك كان إنعكاس لكلمة الله بقلب شغله يعني فهو رائع جدا إذن خلينا ننطلق من فكرة أن يسوع يصادق على العهد القديم صح لبل إجا أتم ما هو مش مفهوم وضح 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 كل شيء شرح صح وعلم وكرز وهيدا هون لأن الحياة من الله تأخذ من الله يعني الله بده يعطيك الحياة باك تعرف نبدأ اكتخدها في ناس أوهات بيفنوا حياتهم بأشياء كتير ما بيربحوا ما بيوصلوا لنا نتيجة بيحسوا حياتهم قطعت فارغة ما عم نو شيء يعني كيف يتمنى أنه يأتي الكف الذي أكله شاول على وجه أو وجه أي إنسان بعده مش فهمان دعوتوا به الحياة واو أصلا حدث شاول هيك كان تغيير جزري يعني دي لحظة من اللحظات يعني يعني مش إنه نحن هلأ بعتقد إن شاء الله نكون بهالمرحلة اللي عم نقطع فيها ودايما كنت تقلونيها إن شاء الله نكون على طريق ارتداد شاول لأنه بحاجة كنت عم تقول شغلة أنت قبل أنا قطشتك لأ شبيبتنا اليوم فيه شبيبة كتير ملتزمة ملتزمة غيرت المرحلة اللي نحن فيها صح وهيدا الشي اللي كان كنا دايما نقول أنه بتجي الايام وشبيبتنا بتتغير لأ شبيبتنا تغيرت يمكن هيك إرادة ربنا أنه يصير اللي عم بيصير اليوم ربنا بيسمح بالأمور تتمشي متل ما هي للشعب يتغير يعني للشعب تحس صارت بيوتنا كنايس صرنا فيه ناس عم تقرأ انجيلة فيه ناس عم بتبشر بطريقة رائعة جدا عالسوشيال ميديا يعني عم نشوف هيك الشيء عم جات حلوة قصد الكتاب المؤدس قصد الكتاب المؤدس هو تغيير في حياة القارئ يعني أنا إذا ما الكلمة لمستني من جوة غيرت وحولت فيي الأشياء غيرتني جذب جذبتني صار عندي هيدا هيدا الاحساس الجمالة بكلمة ربنا حتى لو كانت على بالمعرفة أو كانت على مستوى التاريخ أو على مستوى الليهوت هو هو له صلة وثيقة بالحاضر يعني فيه رسالة بدي أخذها من أجل أني أمشي فيها كل إنسان إجا على هدني حامل رسالة معينة عنده دور معين الرب سلموا حلوة وضع الأشخاص بأساميهم منهم آخر شي كان طومة منهم زكا يعني فيه أشخاص اللي عازر يعني كانت الدعوة موجهة للشخص مش إنه لمريم ومرتا وفي كتير شخصيات قطعت بالعاد الجديد يعني أنا بالنسبة إلي رائعة جدا أنا كتير بحكي عنهم نحن بس نحكي عن الكتاب مؤدس أخيي معناته عم نحكي عن منبع الحياة بالنسبة لنا نحن كمسيحيين صح فهيدا المنبع إذا ما كان في عنا علاقة معه الكتاب المؤدس إجا لحتى يربطك بأله إجا يربطك بأله وبكلامه طيب كيف بدك أنت يكون عندك هالحالة هالحالة الأرطيبات وأنت مش هم تتعرف عليه أو أنت تصور أنت مثلا عندك شخص محبب على قلبك ما بتلتقى فيه إلا بالسنة مرة وما بتحس بغيابه ولا بتحس إذا كان صار شيء لازم يكون حدك أو معك تصور ما في علاقة بينك وبينك صح طب هذي علاقة علاقة الإنسان بأله لازم يكون فيها رابط رابط أشتاق إلى الله أتوب إليه أطلبه يعني اليوم أنا ما فيني أطلبه بس وقت اللي بكون قلب بالجورة ما فيني أطلبه بس كون بحاجة لأشياء مادية لأنه الرب ما جاء لي هيك من العكس ما جاء لي هيك جاء يقلي يقلي علمني أول شيء يقلي يلي بيستخف ويلي بيفهم بشكل سطحي وجهت له انتقادات الفريسية والكتبة وكلهم هولي وعلم الشريعة وإلى ما هنالك وجه بوجه وقلب الطاولة هل قد كان واضح وصريح هل قد كان يحكي الأشياء يعني أنا بديع الناس اليوم تتعرف على الشخصية شخصية يسوع يعني ما بعض إذا فيني أقول هذا الشي خليني حط على جنب مين بيكون يسوع كلمة الله ابن الله يلي تجسد هالمشروع الخلاص خليني حطه شوي على جنب إذا بتسمح لي ولكن بدي بس وضح فكرة كتير بحبة ودايما نحكي فيها في شخصية مش معقولة واجه الكل غفر للكل سامح حضن كان هالشخص يلي ما بيتكرر يعني ما كان شخص أنه ما كان يحكي بظهر الناس ما كان يوصل أنه روحوا قل له هيك شغلة كان يروح عند الشخص ليوصله الشغلة اللي بده يقل له إياها أو إذا حدا غلط بيوجه لأنه صادق مع نفسه لأنه أنا أعرف من أين أتيت وإلى أين أمضي يسوع ما فيك إلا ما أنت إذا كنت على مثال يسوع المسيح أخذه قدوة لألك بدك تكون أهم شيء بده يكون في عندك مصدائي وشجاعة الكتاب المؤدس بيخلق لك شجاعة صح بيخلق فيك ثورة ثورة المجتمع والعالم بده يعيشك فيها بده يك تكون خنوع وخاضع دون 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 تبرير ودون وجه حق بس لأنه إذا كنت هاك العالم بيقبلك بس ما لو نحنا بدنا نمشي هيك كان عمل هيك يسوع والعالم قبله بس هوي ما قبله لأنه مش هيك لأنه عكس عكس خط الناس يعني عكس خطوط المجتمع كله نعم ما قبلوا ما تقبلوا البعض إنما اللي قبلوا عرفوا سمعوا صوتوا صغيوا لأله كما هو بيقول يعني أنا بدي إليك شهل إذا بتطلع أنت بمجتمعنا اليوم صرنا صرنا شوية تقليديين تقليديين بإشياء وبإشياء تانية أطحنا بالتقليد كله كيف يعني يعني حيث يجب أن نتعلق بالتقليد لأنه هو لمصلحتنا شخصية نقبله وبعد شوية ونحن مع التمدن نحن أولاد القرن الواحد والعشرين بعضنا بهذه الكتاب المقدس كلمة الله التي لا تتغير لا تتغير إن الأرض والسماء تزنان وكلام لا يزول يقول الرب يسو مشان هاك مشان هاك نحن اليوم ببدنا على حد قول القديس يوحنا بقوله ستاني إعادة تبشير قبل ما تبشروا الآخرين تبشر حالنا ارجعوا استجمعوا قواكن الروحية ارجعوا حطوا قواعدكن ومبادئكن الأساسية يلي طلعتوا عليها يلي نشأتوا عليها يلي شبيتوا عليها يلي تأسستوا عليها وانطلقوا نحن بحاجة إلى إعادة تبشير شخصي على مستوى العائلة على مستوى الرعاية على مستوى الكنيسة وهيدا مشروع هيدا مشروع لأنه أنا وقت الماء ما بياخد كلمة ربنا بجدية أنا عم بأخر مشروع مش عم نكون عامل بحقله مني منتج إذا ما منكون منتجين ما فينا نزرق ما فينا نحصود ما فينا نعمل شي فيتيني مرأة عليها مرتين ثلاثة نصفين فهلقدة في مشاهد اليوم بتشبه واقعنا بتشبهنا عن جات شو حلو نعمل إعادة النظر لداخل الأشخاص لداخلنا نحنا لنشوف نحنا أنه بعد 2021 سنة نحنا وان اليوم وان من حضور الله بحياتنا هالإله بس ما تغير ما هدا من هون سؤال أنت اللي تغير أنا نحنا العم نتغير نحنا العم نتغير الرحمة بتتغير أبونا المحبة بتتغير التضحية بتتغير بياخدوا أشكال جديدة بس ما بيتغيروا لما بدي أرحم بدي أرحم أنا اللي بيشبهنا بإيمانه والما بيشبهنا بس بالأهم أنه يكون في إنسان بيوجه بيحاجة لرحمته بيحاجة لمحبته بيحاجة لنظرة يسوع من خلال عيوني أنا وخدمته وبيحاجة ليعيش معي هالكلمة الكتاب المقدس هو لغة حوار حب بين الله وشعبه والحب لا يعاش مع الزيت مع الآخر يعاش مع الآخر إذا ما كان عندك هيدا الآخر يلي بدك تقبله وتحبه لغة الحب مفقودي بتصير واجب بتصير فرض بتصير ناشفة بتصير جافة بتصير فارغة من الأحاسيس فارغة من أي شي يكفي أن تؤمن يكفي أن تؤمن بأن الحياة بهيدا الكتاب حتى تنشأ علاقة بينك وبينه وهون بيدخل إلى أحاسيسك إلى قناعاتك وبس يدخل إلى أحاسيسك وقناعاتك لبق في مجال للخوف ولبق في مجال للمساومة ولبق في مجال أنك تكون متخازل بتشوف يلي بيقامم بالكلمة بيحكيها بيزعل يزعل واللي بيرضى يرضى والباقي كف عدس يعني اليوم أمام الحقيقة يلي لازم أنت تعلنها كمسيحي مؤمن بيسوع المسيح هي أهم من أي شي بتساوم عليه بهذا العالم لأنه هذا كله زائل طيب كيف بدك أنت تتحصن كيف بدك تاخد مناعة كيف بدك تاخد قوة وإنت اليوم بتقول أنا الكتاب المؤدس أنا وصغير بالأول أرباني أنجا قريتي شوية فيه وخلصت الخبر طيب يا أهل وينكم يا أهل وينكم الكتاب المقدس بيعطيك يؤدبك بدون ما يأذيك بينشق بيؤدي بيزبط الأشياء بيراجل جاك شخصيتك ما أنت بعدت عن الله بعدت عن الكلمة صرت معرض صح الكتاب المقدس بيرجع بيقول لك رجع عيد عمال ريسيكلاج عمال رجع ما فيك يعني كتار مثلا بيقولوا بيروحوا على النهية العملية لا يا حبيب الأباء بالصحراء أباء المتصوفين بالصحراء بخبرتهم بتقول إذا ما فرغت حالك من حالك ما بتقدر تنتلي من الله بخبرتهم كمان أمام العلوم وأمام الأخصاصات وأمام هيدولي كلهم عم بيصير فيه نوع من كبرية هيدا الكبرية عم بيعمي عيونك الروحيين عم بيعميه وهيدا العما هيدا العما عم بيأخذك إلى مكان متحجر بتحس حالك أنت مثل ما كان بتدور وبتطفي في شغلة بك تعمله وخلص تك تك شغلة هيك بصارت صرنا بزمر صح بس ما بتنبسط بالفعل اللي عم تعمله صح ما بتنبسط صح اليوم اليوم أنك مثلا تنقول على على الدوناسيون يلي بيعطوا تقديمات قداش مثلا يسوع جاء دم زيته وظاهر بالكتاب المؤدس لخلص البشرية لا أعلم بدي هايك ولا أعلم بدي هايك مجانا رضي أنه يخلص البشرية على الصليب يتحمل الألام يتحمل المسامير ولكنه بسقة أنه ما شئت الله هيده هو الأب واحد القيامة لا محال طيب أنت اليوم أنا بيجي مثلا إذا بشوف حدا بدي ساعده أو طلب مني مساعدة ونحن اليوم بأزمة كبيرة والناس لازم تكون إلى جانب بعضك هل أنك بتعطي الفقير من دوما تعرف اسمه إذا كنت بتعطي الفقير من دوما تعرف اسمه أنت عيش رحانية الكتاب المؤدس إذا كنت بتعطي هالشخص من من ما تملك مش من ما يفيد عليك بتكون عم تعطي طيب اليوم وقتها بنجي عالم الاقتصاد كله سوا ماشي كله طيب أوكي يحو هلأ جينا مرأنا بفترة صرنا هلأ حوالي السنتين حوالي السنتين صعوبة التواصل حتى بين الأم وابنه حتى بقلب العيلي حتى بقلب العيلي كل شي تغير بس سنتين هاودي كل شي هاودي شو هاودي شو لأنه معاني الحياة مش متل ما كنا عم نعيشها أنا أصلا بشوف أبونا أنه الأشي اللي كنا عم نمرق فيها ما قبل هالأزمات كله كانت فيك يعني العربة مزيفة مزيف كانت مزيفة ما كانت حقي كنا عم ندعي أيو نحنا منساعد ومنعمل ومن هالأدعاءات كله اللي كنا عم وهمين حالنا بأشي تبرهننا بسنة ونص سنتين أنه كل شي فرط حولينا بس شو اللي بقى الله بقى الله بقى كلمة الله ياللي ما تغيرت ياللي هو بيعطي شفاء لإلنا ماذا تريد أن أصنع لك شو تغير بالسؤال تغير أنه بده إنسان يجي يقل له رابوني أنا أبصر بس يطلب يعني اللي بيقرأ أنا دايما كنت قلهم للشبيب بلقاءات الزوم تعرف لأنه ما رأنا بهالمرحلة يعني الحمد لله بلشت تنحسر هاي دي رجعنا شوي هيك لتلاقى وجرب وج دايما نقل لهم تأملوا بالنصوص الصوم بس يخي ما عم بطلوا منك شي أنا تأمل بأحد الصوم لأكتر ولأقل كل شخصية نحنا عم نمرق بها نفس الشي اللي هي ما رأيت فيه بس فيه فرق فالخلاصة الخلاصة أنه الكتاب المقدس يطال كل زوايا حياتك كل شي إن كانت فكري إن كانت عاطفية إن كانت اجتماعية إن كانت على كل المستويات الكتاب المقدس عالج حياتك بكل مشاكله هلأ أنت هل يا ترى إذا إذا أنت عندك حب لهيدا النبع أنت بتحس بي قوي دايما أنه عم ترجع لهيدا الكلمة الفصل بأمور فيها تنازع بحياتك مع أنه نحن حياتنا فيها كتير تنازع مربولوس مربولوس بيقول شيء كتير مهم لأنه طبيعة الإنسان فيها فيها صراع داخلي بيقول غريب أمر الإنسان غريب أمري الخير يلي لازم أعمله ما بعمله والشر يلي لازم ما أعمله فإياه أفعل كيف بدك تتحصن لحتى تخلي لحتى تكون أنت إنسان خير نسبة الخير فيك أكتر من الشر إن العشر الرديئة تفسد قلب الإنسان ومن ثمارهم تعرفونه فأنت اليوم أنت اليوم الكتاب المقدس بيضويلك بيضويلك ظلمة هيدا العالم وبيضويلك على كذب هيدا العالم فارجيك الإشي على حقيقتها يعني أنا أنا بشوف الحقيقة من بمنظار كلمة الله اليوم يعني إيه العالم بيكذب علينا كتير بس ربنا بيقولنا أنتم لستم من هذا العالم كمان فيه مختر فيه خطر نحن اليوم نقوم نحب الله بس ما فيني فيني أنا حب الله واكتفى هذا السؤال بكيد لا بيقول يوحنى بيقول واضح كمان بالإنجيل بيقول يوحنى من قال أنه يحب الله ولا يحب أخاه فكان كاذبا يعني كلام مئذي كاذبا يعني كذاب كذاب عمينا عد حدا بالكذاب يعني مش أنه ما نهاينة يعني وجه بنت عينك يعني عادة كذاب على الأد واضح يعني واضح يعني اليوم الكتاب المؤدس علاقتك فيه تفتحك على خيك الإنسان صح وإذا ما كانت إذا ما نفتح الباب عخي الإنسان يكون في مشكلة كتير كبيرة بيقول مش فاهمين الكتاب المؤدس بتكون مش فاهمين لأنه ما هو ما ابن الإنسان يعني فابن الإنسان يعني أنه مش عم نحكي عن قصة بطل من أبطال المسلسلات أو قصص آريينة أو عم نحكي عن شخص عشان يسوع التاريخي يسوع التاريخي أتم قلب التاريخ ألب التاريخ غير التاريخ بقيامته قلبه هذا الحدث التاريخي يلي نحنا منعيز ذكراه صح غير مجرى التاريخ كله خلاص ما بق في مجال خلاص ما بق في مجال أتم من آمن من آمن وعتمد يخلص يخلص ومن لم يؤمن فسوف يدام فقاديش هالكتاب المؤدس بيفتح لك صفحات بيفتح لك مجالات قاديش هالكتاب المؤدس بيكون مصدر انعاش مي لحياتك لحتى تعيش قاديش بتكون انت بهيدا الجو قاديش انت محظوظ لانك قريب من ربنا لانه كلمة الله هي حضوره بعدها في حضور تاني شكل تاني نحن اليوم بخميس الجسد القربان القربان يلي هو حضور يسوع المسيح تاريخ الخلاص كله مرأ بالإداس مية من مية نحن نحن وين مشان هيك بدنا نرجع نعمل قاعدة التبشير لحالنا بعدين مفهوم السلطة مفهوم السلطة تبعوا ليسوع يجب ان نتشبه فيه السلطة هي احتضان انك ترفع يلي هو مدونك تصلح يلي هو مدونك تقبل الإصلاح من الشخص اللي هو عنده أكتر منك الكتاب المؤدس بيخليك تنفتح تنفتح على خيك الإنسان وعلى معه على مسيرتك الشخصية الخلاصية بس ما عندك انت هيدا الهم كيف بدك تبني هالعلاقة انت كيف عم بتتمم هلأ العهد الجديد بحياتك كي سوعيشها تمم العهد القديم وأعطى العهد الجديد انت اليوم كيف بالشراكة مع الإنسان الآخر الإنسان ثم الإنسان ثم الإنسان وأكبر خطيئة ممكن يوقع فيها كبير أو صغير انه ينظر لإلك بالدونية بس ينظر لإلك بصفة دونية معناته هو صار بعيد عن الله وعن كلمته إذا الله رفع الإنسان من المطرح اللي كان مجتمع حاطته بكتير من الشخصيات ما بفهم كيف إنسان بيقدر هالقد يكون عم بينزل خيه الإنسان لمستويات هيك ما بنزل حاله مش فهمين ما هو مش فهمين أصلا يعني ما هو مش فهمين هو لو كان فهمين ما أعمل هيك ما بدي أقولك لو فهمين ما بيعمل هيك يعني هو لو فهمين لأنه هون الادعاء الادعاء حب الزيت حب الزيت الأنا الممتفخة من اللي ما شفناه بالكتاب على فكرة ما بنشوف هالصفات كيف لك يا نقات بس حكي عن الفريسيين حكي عنهم هو توجه لهم توجه لهم متقادل لأنه عندهم فهم صدحة للشريعة شريعة موسى ما ترك شيء ما قال لهم إياه يعني ف يعني الكتاب المؤدس بيعالج حياتك اليوم بكرة وإلى الأبد هو مبارح 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 لأنه لو ما كلمة الله يمكن ما كنا فهمنا أحداث اللي صارت معنا مبارح ما كنا شفنا حضور الله بقلب حياتنا مع الأشخاص اللي نتلاقي فيهم مع الناس اللي نتعرف عليهم بقلب الأحداث المتسارعة اللي عم تسير بحياتنا بعد كلمة الله بتمشي معنا خطوة خطوة وهكي بتنشقنا لهالشراكة والمحبة بين الأشخاص بين الناس بين بعضها بالضبط أبونا هكي بالدقايق الأخيرة نختم هيدا الحلقة يلا يتبعنا بعد وقت قطع الوقت بسرعة قطع الوقت بسرعة بدنا نستلهم روح التغضع لحتى يتزين فيه كل المؤمن لحتى ما ينحرم من معرفة يسوع المسيح يسوع المسيح بالدورين يسوع الناصري والمسيح القائم من بين الأموت بس المؤمن يعيش ويفهم هالشخصيتين يلي إجوا من أجله ويفهم قديش هم تعلق فيهم وقديش خلاصهم علق فيهم ويمتسل لكلامهم ويحاول يطبقوا بحب حياته طوبة له وطوبة للكنيسة لأنه اليوم الخلاص نحنا كلنا خلاصنا معلق ببعضنا إجا حضور رب يسوع من خلال كتاب المؤدس العهد الجديد عم بقلنا أنتم لكم الحياة تسمعون وتفهمون ترون أما أولئك فلهم عيون ولا ينظروا وأزان ولا يسمعون فمن أعطي الكثير يطالب بأكثر مش قادر أطشك أصلا يعني مش عايش شو بدي أقلك عن جد هيك الحوار معك رائع كلمة الله لما نحطها في وسطها هاي دي كلمة الله رائعة أنا ونتم ناخد جميل منها ناخد جميل منها ناخد جميل منها نحنا بناخد هيك هالحضور الرائع من كلمة الله يلي بتجمع الأشخاص بشان هيك بس تقعد مع شخص يكون مليابل يكون شوية هيك بيأخده بيعطي عنده هيك الانسانية عنده وعية الانسانية هي كمال الدين وشو بقللهم دايما هيك وهك صرخة من القلب قديش حلو نعكس إنسانية ياسوع بحياتنا ما بنخسر شي بنربح أنت خيو تشبه فيه نتشبه فيه دايما أنا بدي أشكرك أبونا زياد أنا بدي أشكركم أشكرت لي على هيك هاللقاء المميز يلي حكينا فيه عن الإنجيل بس بطريقة تانية بطريقة تشبهنا بلا من تفلصف عن الناس لا مش لهوتية ولا ولكن جمعت كتير أشياء يمكن اللي بده يشاهد بده شيء قريب عليه صح لا عم نحكي لهوت ولا عم نحكي عم نحكي حياة مثل ما نمط حياة نمط حياة خليكون نمط حياة كلمة الله هي نمط حياة بحياتنا أنا بدي أشكرك أبونا أنا بدي أشكركم كمان وهكي منرجع منتلاقه بالقريب إذا الله راد إن شاء الله بإذن الله أنا بدي أشكر متابعتكم نتلاقى الأسبوع الجاية بحلقة جديدة إذا الله راد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر